لم تنضي أيام عن إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إجراء إصلاحات على النظام السياسي في البلاد حتى خرج الاتحاد العام التونسي للشغل داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية مباكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج مما وصفها بالأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري قال إن الاتحاد لن يقبل مما وصفه التصحير السياسي والاجتماعي معربا عن رفضه إلغاء دور الأحزاب والمنظمات في البلاد ومشددا على ضرورة تنظيم انتخابات مباكرة لتكون مخرجا من الأزمة السياسية موقف الاتحاد يأتي بعد يوم من تصريحات للرئيس التونسي قال فيها إنه بصدد ترتيب جدول زمني لإدخال إصلاحات على النظام السياسي بما يستجب لمطالب التونسيين في تناغم مع رفض اتحاد الشغل عودة البرلمان السابق وربما هو معناه قيس سعيد بالقول إن تطهير البلاد لا يمكن إلا بعد تطهير المؤسسات نحن سنعمل إن شاء الله على تطهير البلاد لأن الشعب يريد تطهير البلاد وتوليتم إحارة عدد من هذه الملفات إلى القضاء والعالقضاء أن يكون في الموعد مع التاريخ لتطهير البلاد لأنه لا يمكن أن نطهير بلادنا إلا بعد تطهير كل مؤسسات الدولة من هؤلاء تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل في تفاعلات الأزمة السياسية عبر رفضه ما وصفه بالتصحير السياسي والاجتماعي وإلغاء دور الأحزاب والمنظمات الوطنية في البلاد يعد بحسب مراقبين توجها جديدا للاتحاد سيزداد صلابة مع مرور الوقت ترجمة نانسي قنقر